مساء الخير عليكم كل مشاهدينا في كل مكان سعيدة جدا بتجدد لقائي معاكم وحلقة لديدة من حلقات برنامجكم أقوى الكلام في البداية أنا عايز أهني الأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف مولد رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ويرب يعود علينا وعليكم الأيام وإحنا كلنا بخير وبسعادة وبراحب بي أما بعد إحنا دلوقتي موضوع حلقتنا النهاردة عن المشكلات ونقص الخدمات اللي بتكون موجودة داخل القرى المصرية وإحنا كتير اتكلمنا في الموضوع ده في برنامجنا وعاوز بالمناسبة يا جماعة أوجه شكر خاص لسيادة المحافظ ممضوح غراب على استجابته الفورية والسريعة لبعض المشاكل اللي إحنا نقشناها من خلال برنامجنا وعايز أقول يا جماعة أن سيادة المحافظ ممضوح غراب هو فتح مكتبه وفتح أرقام تلفونيته لأي مشكلة بيلاقي أن هي تستحق الاهتمام بدون أي وصيل ربنا يجزي عننا خير وعن كل الإنجازات اللي حققها لمحافظة الشرقية طبعا كلنا عارفين أن العقل السليم في الجسم السليم والجسم السليم يعني رياضة والياقة وقوة بدنية وتنبيت مواهب وده كله طبعا مش هيتحقق إلا من خلال وجود نوادي مراكز شباب مراكز الشباب اللي هي المتنفس الوحيد لأبناء القرى المصرية أبناء القرى المصرية أو الشباب عموما لو مش خرجوا طاقتهم في سورة رياضة أو مشابه طبعا ممكن تخرج في صور تانية كتير طبعا إحنا مش عاوزنا لما يكون في مركز شباب بالفعل موجود وما يكونش فيه ملعب طب هيكون إيه لازمته وده اللي هنعرفه مع حضرتكم مع دفنا الأستاذ العطية علي أحمد أهلا بك إزاي منورنا مزال خير عليك ومزال خير على السلام المشاهدين طبعا أنا جاي عشان أسير مشكلة عامة مش مشكلة خاصة تخص بلد كفر أبنجم أبو حمد شرقية عدد سكان من 12 إلى 15 ألف نسمة الأغلبية 60% الشباب احنا تخصص لنا أرض مركز شباب بالبلد وتم تخصيص فيها سنة 2013 وفعلا تم مبنى على الأرض مساحة 120 متر من مساحة الأرض والمساحة كلها 3400 متر يعني مساحة جبيرة مساحة جبيرة مساحة جبيرة هم عملوا المبنى وسابوا الملعب بنوا في سور ومن 2015 واحنا مش عارفين نعمل ملعب والشباب قاعد في الشوارع والشباب بدأ يبقى في معارضة كبيرة الأول في أيام الصورة وفي 30 يونيو كان المعارضة حدانة في البلد صفرة على الشمال دلوقتي المعارضة زادت وصلت لحوالي 20-30% بسبب إن الشباب مش لاقي مكان يمارس هويته فيها وبعدين مرقى الشباب بدون ملعب كورة أنا بقول إن ملوش لازم أصلا اللعبة الشعبية الأولى في مصر هي ملعب كورة طبعا ما فيش ملعب كورة ما فيش مرقى الشباب طبعا طب إنت ليه بنيت مبنى وليه خصصة أرض كان من الأول ولا خصصنا ولا بنينا طبعا ولا تعبت الشباب نفسيا كان لما مكونش فيه مرتد الشباب أصلا يبقى إحنا طبعنا كده وما فيش كده وأمرنا كده طب حضرتك بعد تجهت بقى للإجراءات القانونة إنت حضرتك بالنسبة أن إنت رئيس مجلس إدارة كورة أكمل لحضرتك يا أستاذ أميرة أهلا دلوقتي الشباب لما بحب يلعب كورة بيركب مواصلات حوالي خمسة كيلو عشان نروح أي بلد جنبينا يلعب كورة في مرة من المرات الشباب وهو راجع عمل حدثة مات اتنين شباب وهذا ولا حضرتك طبعا دو كله المسؤولين ولا في دماغهم حاية طبعا اتجهنا للوزارة وروحت مرة واثنين وتلاتة ومعيال أسماء السادة اللي احنا رحنا لهم كله وهم بدون ذكر اسمي إحنا عزين نعرف الإجراءات اللي حضرتك اتخذتها عملت رحت وعملت وقدم رحنا وقدمنا طلبات وطلبات معاي وكلها وعود على الفواضي للأسف رغم إنه ده ده أقل للشباب من حق الشباب معلش شيء والأطفال يا أستاذ أميرة بعد إذنك بعد إذنك هي في حاية يعني أنا اللي أنا فهمته إن في 2012 تم لما كان في حكم الجماعة الإرهابية تم عادل كبير في الوظائف الحكومية بالدولة العادل الكبير ده دخل مصالح الحكومية اللي في الدولة وقف مصالح الشعب آه طبعا هو ده ملف سياسي وده حاية محدش واخد باله منها خالص لا هو ملف سياسي فعلا هو تفتح أو اتكلمنا وقتها أيام حكم الإخوين إخوين إحنا كلنا تكلمنا قلنا إن الوظائف وده يمكن يكون من أسباب الثورة وقتها الوظائف الحكومية اللي اتمالت بأكثرهم موجودين وللأسف لحد دلوقتي ما تمش أي إجراء ضد ده يا أستاذ أميرة المشكلة من أيامها من أيام حكم الإخوين إحنا بنحارب حاجة اسمها تنظيم الرهابي منظر يعني حارب ينسكت يعني حارب ينسكت لازم كله يعلن الحرب أنا رأي كده مش ناسة حارب وناسة الدارة على التنظيم ما نفعش طبعا أنا عايز أطلب مسايد الرئيس الوزراء الدكتور مصطفا مدبولي إنه يطالب كل وزير في وزارة يعلن لأسماء موظفين اللي تابع الجماعة الإرهابية طبعا طبعا وبكده نقدر نقضي على الإرهاب إنما إحنا هنجل نحارب ونضرب ويضربونا ما نفعش لازم نقضي على الجماعة الإرهابية داخل المؤسسات من الداخل أصلا نحن كل يوم نقول قطر وتركيا قطر إيه وتركيا قطر تعمل إيه وتركيا تعمل إيه وتركيا والناس اللي بره هوا كلام أنا كفاء عليها التلفزيون ييجي وقول لي أكذيب ما عرفش إيه ده الحقيقة كذا كذا لا أنا مش عايز كده أنا عايز ييجي وقول لي وزارة التربية والتعليم فيها كذا واحد إرهابي التقريب أسميهم أها وزارة الشباب والرياض اللي وقفين حال الشعب ما هو عملي كده وقف حال البلد ما بين الشباب ما بين مؤيد وبين منواصر بس المشكلة يا حاجة عطيها أنت عارب يبقى سعاد بيحصل خلط شوية يعني ممكن أي واحد يتخانق مع موظف يروح أي الأصل هو أخوي بيحصل أنا معاك إني فيه لسه موجودين موجودين كتير بس يمكن الخلط ده عمل شوية يعني إيه شوشرة أو يعني الرؤية مش باينة قوي مش إحنا اللي نقول يا سيدة أميرة أولا هو فيه طبعا جهاز فيه جهاز مختص إنه يقدر يفهم ويعرف عن أسماء جماعة الإرهابية اللي فيها كده مصالح الشعب هتمشي صدقيني ده ملف خزير طبعا لما حصل إزالات إزالات وقم نزلنا للإسوى وليما إسواش وفي الآخر قلنا نعمل مصالحات تصالح تما كنا عملنا تصالح من الأول بنزيل ليه دي كل تصيط إرهابي لا لا يا حاجة عطيها الإزالات كانت للأراضي الزراعية اللي منفعش معها تصالح ده اللي أنا أعرفه إن الأراضي الزراعية حتى منفعش تقدم الصوحة فبالتالي كان بيتامل إزالات الإزالات للبيوت أو العمرات اللي ما كانش لها ترخيص فكانت تختلف خلينا في موضوعنا أحنا بنطالب السيد الوزير الشباب والرياضة بإنه يهتم طبعا إنه يعمل ملعب طبعا دي منشدة من خلال بالمجنة تعداد شكانها من 12 ل 15 ألف نسم وكل وزارة 60% من السقاء من البلد شباب طبعا أحنا بنعاني وأطفال ومحتاجي رياضات عدد كرئيس مجلس إدارة كرئيس مجلس إدارة أنا بناها مواصحة كل يوم ألاقي معرضية معلاش يعني أيوه طبعا أنا في دي أعمل لسه بقول في المؤلمة فيه طاقة سلبية فيه طاقة سلبية من الفراغ بالذات الشباب أدعنا معك في كده طيب بالنسبة بقى للقرة عموما أنت شايفيني لسه فيه نقصة خدمات برضو غير موضوع المراكز الشباب إحنا حدنا مركز حدنا مكتب بريد طبعا تبرعنا بالأرض وبنينا المكتب وفرشنا المكتب وبقاله سنة ما اشتغلش روحنا نسأل إيه السبب وإيه السر برضو معلش لقينا اللي موقف موضوع المكتب بواحد اسمه الأستاذ أحمد دياب في الشؤون القانونية وسألنا عليه قال لك تابع جماعة الأخوة اللي يا غابي لا هي دي ملف تاني ومشكلة تانية دي مشكلة سياسية مشكلة تانية تقولي في حيات ناسة بقول لحضراتك لا طيب حضراتك شايف الملعب بما أن حضراتك طبعا رئيس مجلس إدارة برضو محتاج تطوير تاني غير قص بسطوير هما ما عملوش في حاجة خالص مفيش أي أي حاجة خالص هما جم وفي صالة جيم بس نقصة طبعا على حرف قل وسبوه مش وأنا شفت في الفيديو حضراتك كنت بعتولي إن المساحة كانت كبيرة مساحة كبيرة لا أنا جايف في مساحة للملعب مش مفيش مساحة أو يمكن العرقال هو في مساحة بالفعل مساحة كبيرة يعني المفروض تستغل ملعب كبير أنا شفتها وكان فيه كمان صالة جيم بس برضو نقصة نقصة دو هما يا سيدة عميرة لما رحنا الوزارة عشر مرات خمستاشر مرة راحين جايين وأخد بالحضرتك قالوا إننا بعتلكوا صالة جيم اتصلوا وقالوا تعالوا استلموا صالة الجيم بعتونا أربع خمس أجهزة في صالة جيم أربع خمس أجهزة لا طبعا أنت بتضحك علينا ولا لا طبعا ما ينفعش فيه شباب عشان تقدر تغطي احتياجات القرية العدد أكيد فيه شباب وأنا هو أقفهم طبور كل أربع يشتغلوا على جهاز ما ينفعش ما ينفعش يتدخل أربع أربع في مركز شباب وما نسمعه وزارة الشباب برياضة ليه لازم تهتم بالشباب ولا ما نقولش بقى شباب برياضة ولا ما نقولش وزارة الشباب برياضة ما بتحلش ما بتحلش مشكلة احنا رحنا كذا مرة وكل مرة يودونا لواحد مختلف مش واحد نتعامل معاه أنا عايز أطلب أنني واحد أتعامل معاه يكون مسؤولة على الملعب ده مش كل مرة يروح لواحد يودينه واحد تاني لو واحد يودينه واحد تاني واحد يؤعدني شهر واحد يؤعدني شهرين واخد بلا حضرتين والأيام بتعدي طيب أنا عارفة أن حضرك طبعا لك باعة سياسي فأنا عايزة أعرف ايه نظرة حضراتك دلوقتي للمشهد الانتخابي وحضراتك طبعا هترشح اكيد هترشح حد وايه الموصفات اللي حضراتك عاوزها في النائب اللي حضراتك يعني عاوزه يكون وكيل عنك وعن القرية ايه الموصفات اللي المفروض تكون والله يا سيد اميرة يعني موضوع الانتخاب ومجدس النواب اه انا طبعا من هذا المكان ادعو الشعب المصري كله انزل وكله يختار كل من يصلح انه يمثله في البرلمان انما من ناحية الاختيار احنا عايزين ننسق في واحد يكون بيخدمنا يكون هما بيصلحوا لي المعلومة المستشار اللي بيخدمنا اسمه احمد بيديب هو ده اللي بيصلحوا لي بس المعلومة لحدك قلتنا احمد بيديب هو اللي بيخدمنا احمد بيديب اه هو اللي وقع في حال المكتب البريد يعني احنا بنطلب بس ان الاهتمام اكتر يعني من خلاله ويحنا طبعا بنوجه له يا سيدة اميرة ما فيش اهتمام من المصارح هيكومية يعني السادة الرئيس عمالي نادي ويقول الشباب والشباب والشباب ده احنا بالعكس ده هم عندانهم هوات الشباب معنوش حاجة للشباب ايه دوري اللي يعني دوري الشباب اتجاه الدولة ايه ودوري الدولة اتجاه الشباب في العموم هو اه يعني نقول الدولة الاول انها تراعي الشباب وتوفروا كل متطلبات الحياة علشان عدم ننحراف الشباب يلتزم يشتغل فاخر بقى لحضرتك الشباب يتنافس على اللعبة الشريفة فاخر بقى لحضرتك انما طول ما الدولة اهملت الشباب الشباب مش هلتزم مش هلتزم ولا هيقيد الحكومة دي صعبة احنا كل يوم في معارضات صدقوني احنا كل يوم في معارضات ممكن البلد تروح منا في لحظة لا طبعا طبعا قدر الله كنا بنتكلم بقى على مصافات النواب اللي المفروض يجب ان تكون السيد نايب اه يعني كنا بيسي مساء احنا عايزين السيد نايب يمثلنا ويراعي الظروف المشاكل بتاعتنا ويساعدنا في حل المشاكل واخدبال حضرتك مفيش اكتر من كده والنايب بقى اصل حكومة دلوقتي اصبحت يا استاذة اميرة اقوى من مجلس نواب معلش يعني بقل صراحة احنا ما نضحكش على بعض طيب ما احنا معنا النواب لا بس النواب لهم دور يعني لهم دور المعارضة ولهم دور اقتراحات وروحنا لموظفين عاديين في الوزارة ممشيش طلبات النواب الناب هيعمل ايه يعني لا ده فاسد الدياري ده فاسد الدياري للأسف احنا كتير بنتكلم عنه اللي هو يعني كل واحد يرايض اميره جدا في وظفته بتلاقي موظف عادي جدا وممكن ان هو يعطل الموضوع ورغم يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع بسيط جدا ومشروع جدا ان احنا بنتكلم احنا عاوزين مركز شباب لا مش عاديم قده هو موجود موجود والملعب موجود والمساحة موجودة مفيش غير ان الموظفين تقشر وتصاعد الموضوع والموضوع يخلص على كده والمساحة كبيرة جدا انت كافي ملعبين مش ملعب واحد طبعا احنا بنوجه مناجدة لوكين وزارة والسيادة الوزير بالتدخل السريع والفور الحل المشكلة دي لان هي مشكلة مشروعة مشكلة مش كبيرة ولا فيها اي يعني ما فيهاش مشاكل لان الارض فعلا موجودة هي بس عايزة اجراءات وتصلحات بسيطة يعني حتى مش مكلفة انا عرف ان اراضي الملعب مش مكلفة يعني مدام الارض موجودة هي المشكلة في الارض موجودة في العموم هي ما بتكونش مكلفة اساسا لا ايه مش مكلفة ده مؤتمر من الوزير للشباب اللي بيعملهم كل يوم مؤتمر واحد يعمل مع الملعبين ثلاثة بالزبط الم الشباب بالشارع اه بالزبط هو ده بقى الاحتقان اللي بيبقى جوه الناس شوية يا أستاذ عاطية من داحية النواب والمؤتمرات يا أستاذ أميرة وفيه ناس كتير بتنشد ان الناس ما تنزلش تهدخب ليه يا أستاذ أميرة الوزير على كرسي لايه على مشيق باللي بعده ووكيل وزارة لايه على مشيق ببعثنا على الموظف اللي تاعت منه تلات اربع الموظفين اللي تحت طايفة ديت تبع جماعة الاخوان الرهابية يعني مش هنعمم برضو مش اكيد لا اكيد اكيد بعد اللي اني شفته لا هو ممكن بص اقول لحضرتك على حاجة دين المشكلة دي بتجيلي كتير هو التباطق من الموظفين وده موجود مش تباطق ما تباطق ده هو تباطق ليه يعني وهديني منجيبه لا الفساد الإداري ده احنا تباطق ليه وعلى فكرة مشكلة لا ده هو عزاب المشكلة هي فساد إداري عزاب المشكلة وعزاب المعارضات في البلد لا هو فساد إداري عزاب المعارضات وتبتتكلم عن مشكلة المباني والمصلاحات هي اساسها ايه اساسها ايه فساد إداري على فكرة الموظفين اللي كانوا بيطلعوا الترخيص او بيدوا والمباني بتبقيت ابراج وفي الاخر هما اللي جن ورجال اعمال هما اللي جن عن رأيي اني يا فرض من الشعب المصري احنا مش بنحارب فساد بالاخر يعني احنا بنحارب جماعة ارهابية اتغلغلت جوه المصالح الحكومية بس يعني فيه فيه برضو اتجاهات وفيه برضو يعني يعني فيه اهتمام من الدولة بالقضاء على اي يعني اي خلايا من كده اكيد واحنا بننشط طبعا يعني بالقضاء التام ده اكيد يعني طيب بالنسبة بقى للمركز الشباب بما ان ان احنا بنطلب الملعب حضرتك شايف ان المفروض يكون فيه انشطة نسائية داخل المركز الشباب برضو يعني الفتيات الشبات من حقهم زي النوادي اللي بتبقى موجودة في المدن فيها برضو العاب وفيها نشاطات نسائية بص دلوقت يا ستاة اميرة ما فيش اختلاف ما بين الريف والمجنب طبعا بس هما مظلومين احنا عندنا فتيات وطلبت بحياة كتيرة بس احنا مش فيه هنا حياة نعملها معلش احنا بنعمل اللي نقدر عليها بس فيه حاجات ما نقدرش عليها معلش بس بننشط ديها بنطلبها ده حقنا ما احنا بنروح نطلب اه ومعي اسماء بيس ان انا نروح تلهم وما فيش ده زي ما انت قلت حضرتك ان احنا نجيب اسماء ايوة انا عارف عايز نفحص عن اسماء لا اسماء قدامي ام ايوة ايوة واخنا بلا حضرتك كل مختص في مكانه حضرتك رفعتله انا عايز كل واحد مختص المفرد وكل واحد يديني معاه وفي الاخر مفيش حياة خالص نائي طمين انا عايز بس يا استاذ اميرة يعني عايز اروح لواحد معين في وزارة الشباب والرياضة يعني انحل المشكلة سوا واحد بس مش يبعتوني لعشرين واحد في الوزارة وكل واحد يديني كل مرة شهرين تلاتة اربعة من سنة الفين وخمستاشر واهنا قاعدين ولا عارفين نعمل اي حياة خالصة والشباب حصل فيه مشاكل بناتنا كتير اللي يعارضوا اللي قولك ما عملناش حياة مش عمل لنا الدول ما عملتش حياة لنا لزاك الاحتقام اللي احنا بنتكلم عنه يا ابني ده بني اساسية وطرقه كده انا اعمل ايه بالطريقة انا عندي عربية اطلع امشي عالطريق انا ما عنديش عربية انا دايما بقولها بص يا البنية التحتية دي مهمة وشيء عظيم جدا يعني هيكتب في تاريخ مصر كله تمام بس برضو احنا عايزين نظرة للمواطن بقى يعني تمام البنية التحتية دي لأ هي تمام واحنا يعني نرفع لها القبعة انما احنا عايزين بقى نظرة للمواطن والشباب على وجه الخصوص يا اوى سايزة عالينة مشاريع للشابين الشيء الشباب طالع مش في دماغه بنية تحتية اصلا هبتخدم ان الاجب الشباب طالع في دماغه عايز یاكل ايش المالش الي هوية بتاعته اااو وها بمرزة من سن كان من سن 6 سنين سبعة سنين ثمان سنين لما يوصل 30 سنة و40 سنة بصف وانما الصحاة هو مش في دماغه بنية تحتية هو في دماغه ان انا احنا في مركز شباب تاب فين الملعة طب فين صنة الجيم طب فين 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 الالعاب طب فين النشاط اصلا احنا مش عارفين نعمل النشاط لان ما فيش مالعة خلاص هو حاضرتك صوتك وصل واحنا بناشد سيادة وكالوزارة والسيادة الوزير بسرعة التدخل واحنا هنتابع علشان احنا بنتكلم في حق مشروع وحق بسيط المفروض ان هو بتأشي بامضة بسيطة ان الموضوع كان كله كان انتهى وطبعا كل كلمة بتكون على مسئولية الضف الشخصية هو بيقول ان معاه اوريقه اللي تثبت ان هو راح في كل مكان وحصل تقسير من الموظفين تما نقول لا لا ما ينفعش لا لا ما ينفعش والقناة ليس عليها اي مسئولية يعني هو معاه ما يثبت انلتزم الامر يعني اشكرك استاذ عاطية شرفتنا اتفضل اتفضل انا استريس بالسيد رئيسة الجمهورية السيد عفتاح السيسي رأى الشباب من موظفي جماعة الاخوان الارهابية المتغلغلة في داخل وزارة الشباب تمام انا بقول لك ده ملف سياسي خطير طبعا يعني الدولة اكيد الدولة ممتنية دي الرئيس الجمهورية ما هو سائد الرئيس ارحمونا احنا في مشاكل احنا في مشاكل كل يوم في مشاكل عشان الشباب بشكرك جدا بشكرك جدا مشاهدين هنروح لحضراتكم للفاصل سريع ونرجع لكم تاني ابقوا معنا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة